اشتركوا في القناة على بعض الامور الفنية في هالجانب وهذا متاح طبيعي لكن على اصل الموضوع انا اعتقد ولا واحد فينا مختلف والدليل الاخ الرئيس ان الكل قدم اولوياته وصارت من ضمن الاولويات تحسين مستوى المعيشة لانها حازت على اكبر تكرار فيما بين النواب وايضا انا والاخ احمد لاري قدمنا اولوياتنا وكانت هذه من ضمن ايضا الاولويات وادرجت تحسين مستوى المعيشة في جدول الاعمال وكانت موجودة على جلسة في شهره دعش وايضا غير هذا قدمنا اختراحات بقوانين الاخ الرئيس قدمنا بخصوص المتقاعدين قضية الموظفين قدمنا المساعدات الاجتماعية زيادتها مكافأة الطلبة حق المعاقين زيادة علاوة الاولاد المساعدة الاجتماعية وايضا قدمنا زيادة غلاء المعيشة وقد يكون اكثر من اللي اصلا كان مقر من اللجنة ايضا قدمناه احنا في الفترة السابقة مع الحكومة السابقة يينا عطيناهم مهلة شهر معنا كانوا معانا اهم من عشرين ستة كانوا معانا وحضروا اللجان كلها وابدوا وجهة نظرهم وفي جلسة 14-11 يو طلبوا شهر على اساسيوننا في موضوع غلاء المعيشة وبنسبة حق غلاء المعيشة مع القرضة الحسن وعطيناهم هذا الشهر اليوم حكومة يديدة يا ايا ما احضرت ولا جلسة اليوم اول جلسة يد تطلبت شهر انا اعتقد الاخ الرئيس وطلعت انا بيان مع مجموعة من الاخوة النواب نعطيكم شهر ونسحب منكم العذر وهذا بالعكس راح يكون اصلا جانب سلبي على الحكومة اليوم الزمت نفسها في شهر واحنا حددنا في البيان الاخ الرئيس حددنا تاريخ خمسة ثلاثة مو شهر مفتوح بتاريخ خمسة ثلاثة يعني مو الجلسة القادمة الجلسة اللي بعدها بتاريخ خمسة ثلاثة انه يناقش هذا الموضوع سحبنا من الحكومة انها تي ترد القانون اليوم احنا نبي نخدم المواطن نبي نحقق للي يبيه ما نبي نبيع سراب وتعال ندخل مع الحكومة وباتر ترد القوانين شنو يستفيد المواطن اليوم احنا المواطن نبي يستفيد من هذه الزيادات وانه ياخذها من راس مرفوع غلاء المعيشة والقرض الحسن واعتقد في خلال هذا الشهر الحكومة لازم تراجح كثير من الامور احدها اشكثر من المتقاعدين وخصوصا اول يوم وقفوا دور وصار ازدحان في التأمينات على اساس القرض الحسد اشكثر كانوا محتاجين اللي اضطروا يفتحون حتى اونلاين حق المتقاعدين اليوم الحكومة لازم تطالع هذه الاعداد اللي يقدموا هذين محتاجين الدعم محتاجين الوقوف معاهم محتاجين ايضا الصدق في الوقوف معاهم ان احنا واقفين واليوم اذا موافقين على التأجيل الشهر وافقنا على اساس المواطنين واساس المتقاعدين ان يستفيدون من هذه الزيادة واعتقد الحكومة ايضا خلال هذا الشهر مطلوب منها قبل لا تيه هذه الزيادة وتقر في جلسة خمسة ثلاثة ان تنتبه حق موضوع التضخم ما يصير يترك الموضوع التضخم قاعد يزيد والاسعار قاعد يزيد لان هذه الزيادات اذا عطيناها المواطن رح يلتهمها السوق ورح ياخذها في معدلات التضخم العالية ويجب عليهم ضبط الاسعار وهذا دور كبير على وزير التجارة وان شاء الله ان شاء الله خلال فترة الياية الحكومة تفاجئنا مثل ما رفضت ذلك البره خمسين دينار وعطت امئة وعشرين دينار غلاء معيشة اليوم ان شاء الله بعدها التأخير نتمنى ان نقعد حلم ايضا نقعد حلم من حقنا ايضا ان نحلم ان الحكومة تعال تعطي هذا وانا اصور اذا ياخذون اقتراح احمد لاري اللي قدمه انه تعطيه ثلاثمائة دينار حق غلاء المعيشة ايضا هذا تكون بادرة ممتازة من الحكومة شكرا لاخر رئيس شكرا لاخر رئيس